جوجل لقى طريقة جديدة على أساس تحكم شوية قبضتها وتحتكر أندرويد أكثر راح نتكلم عنها بهذه الحلقة وان بلس جابت أكبر عيد تاريخها منذ تأسيسها وفي عندنا أسعار آيفون 13 وأخبار أكثر راح نتكلم عنها ومرحباً أداماً حياكم الله في حلقة إخبارية جديدة من حلقات إخبارية من تيك بويس قبل كتشي ذكرك تشترك معنا واتفعل الجرس لأنه للأسف أكثر متابعين منفعلين جرس راح يسادق أنك تعرف جديد فيديوهاتنا وحلقاتنا لأخبارية بأول نبدأ بأول خبر وهنا راح نودع APK APK هو خلينا نتكلم عن مسار الخاص بأندرويد فاليما راح نودع 100% بس اللي صار أنه جوجل أعانت أنه ضمن شهر أغسطس الجايفة أنه جوجل راح تتحول لدعم AP بدال APK هذا الشيء فعليا موجه للمطورين أكثر من المستخدمين العادين يمكن أنت كمستخدم ما راح تلاحظ تغيير بشكل كبير جداً التأثير ما راح الآن اليوم التأثير ما راح يكون عليك بشكل مباشر بس أنا بتصوري بأن التأثير راح يبدأ يبان خلال سنوات خلال فترة من الآن طبعاً مثل أي شيء جديد لازم أن نبه بأنه مو كل تفاصيلة واضحة لكن اللي عرفنا بأنه ليش جوجل تبقى تتحول إلى AP بدال APK ليش بدأت تقول المطورين أرفعوا تطبيقاتكم للمتجر بالصيغة الجديدة في عدة شغلات أولها حجم التطبيق راح يكون أصغر وبالتالي هذا ما أنت راح يقضيك مساحة أكبر راح يصير أسرع الشيء الثاني فيه شيء فعلياً خاص بالمطورين راح يسهل المهمة على المطورين راح يقدرون يرفعون ملف واحد بدل الحوصلة الكثيرة ثم المتجر يعرف جهازك ويختار شيء الأنسب لجهازك فبالتالي يدونوا أنه راح يستفيدون المطورين وشوي المستخدمين بشكل عام هذا هو الأسباب الرئيسية لكن هذا مم معناة أنه ما فيه أسباب ثانية لا لا فيه أسباب ثانية أولاً راح يصعب تحميل التطبيقات من خارج المتجر هذا مم معناة أنها راح توقف لا يزال هذه أنا أعتقد أنها ميزة خلاص شيء تميز أندرويد أنك تتجد تحمل من خارج المتجر راح تستمر موجودة لكنها راح تصير شوية أصعب مقارنة من أول راح تحتاج خطوات أكثر وربما تحتاج أدوات على أساس تفعل هذا الشيء أيضاً متاجر الطرف الثالث راح تواجه بعض الصعوبات في الاستمرار من بينها من بين متاجر الطرف الثالث متجر أمازون بيتل اللي يزالجون فيه أو حتى ربما متجر هواوي كذلك ويندوز 11 اللي توه مبسوط دعم أندرويد فإنه غير معروف فعلياً عن وضعه فيه احتمال أنه يتأثر بهذا القرار لكن مثل ما قلنا شيء جديد معناة أنه مو واضح بشكل كبير جداً الآن اللي يصير المطور بدلاًا يرفع أبي كاي على المتجر راح يحتاج أن يرفع بهذه الصيغة الجديدة ثم المتجر يبدأ يتعرف على كل جهاز ويطلع له رقم خاص فيه وبالتالي يوفر هذا التطبيق له بما أنه متجر جوجل بلاي هو اللي يتعرف على الجهاز ويطلع هذا خلينا نسميه الرقم الخاص فيه فهنا صار فيه جدال كبير جداً بين المطورين بأنه طيب إيش حيصون المتاجر الأخرى هنا هنا يكون فيه شوية تعقيدات جوجل يبدوني بأنها هي تبغى أنها تصعب المهمة أكثر وتبغى تخلي جوجل بلاي والمتجر الوحيد لأندرويد وتبدأ تخفف من هذه المتاجر الآن إحنا عارفين بأنه ميزات مثل وجود متاجر طرف ثالث لأندرويد ولا تحمل تطبيقات من الخارج هي من الميزات الأساسية في أندرويد فإن جوجل تجي وتوقفها فجأة كذا راح تزعى للناس فإيش الحل؟ تبدأت توقفها بشكل تدريجي هل هذا غريب على جوجل؟ الإجابة هي طبعاً لا إذا كنت أنت واحد من المتابعين الكويسين مثلاً أنا بأطيك كمثال واحدة من القصص خلال هذا الأسبوع جوجل واجهت قضايا احتكار في 36 ولاية أمريكية وضمن هذه القضايا كوشف عن بعض المعلومات الجديدة في معلومات قالت بأنه جوجل دفعت فلوس لأصحاب التطبيقات على أساس ما يوفرون تطبيقاتهم ضمن متاجر طرف ثالث أبرزها متجر سامسونج غالكسي وهو متوفر على أجهزة سامسونج واضح من اسمه جوجل كانت تشعر بالتهديد من متجر سامسونج وهي ما تبغى لبس متجرها يكون ناجح لما حصلت مشكلة فورتنايت مؤخراً وجوجل حذفتها من متجرها توجه إلى متجر سامسونج فهنا جوجل أيضاً اتخذت مزيد من الخطوات على أساس تأكد أنه بقية تطبيقاته لععاب ما تروح لمتاجر سامسونج متجر أمازون وغيرها كذلك جوجل كانت تدفق مع الشركات اللي تستخدم أندرويد تعطيهم مبالغ وفوائد مادية مقابل أنهم ما يحطون أي متجر آخر محمل مسبقاً بالجوال كل هذا ليش؟ كل هذا على أمل أنها تسيطر على التطبيقات بنظامها وأنه جوجل بلاي يكون هو المصدر الوحيد لتحميل التطبيقات في أندرويد طبعاً فيه فيديو كامل سابق تكلمت فيه كيف أنه جوجل تحاول تسيطر على سامسونج وتحد من قوتها وتحجمها وأنصحك أنك تروح تشوفها إذا ما شفتها منهاية المطافة هل خطوة جوجل هذه كويسة؟ خطيرة؟ سيئة؟ أيش وضعها؟ موضوع يؤخذ من أوجه كثيرة جداً هل أنت من الناس اللي حملهم برا المتجر؟ أتوقع أن جوجل راح توقفها بسموها الحين وبالا سنوات لأنها قاعدة تحاول ضعف من هذه الشغلة شخصياً إذا كان هذا الشيء راح يزيد من الأمان راح يزيد من جودة التطبيقات أنا شخصياً أتوقع أن هذا يعتبر شيء كويس لكن أكيد جوجل بتحاول تخلي متجر المصدر الوحيد عشان تستفيد مادياً ما في شيء غريب أكيد الشركات كلهم يستفيدون مادياً بس نقطتين الأولى اللي ذكرتها بتعتبرها شيء كويس عن مين رأيك بالتعريقات؟ هل تعتبر خطوات جوجل هذه شيء كويس أو لا؟ الخبر اللي بعده هو عن سامسونج نعم كما هو بالعنوان سامسونج بالفعل زعلانة من التسريبات لهذا جدت وهدت من جموع المسربين كده بشكل واضح جداً بأنه في قضايا بمفاعة أريكم على ساس كده أحد الأشخاص اللي نشر فيديو للجالكسي زي فليب 3 اضطر أن يحذفها كلياً كذلك أحد المسربين الشهيرين جداً على تويتر حذفت تصاميم الفولد والفليب 3 اللي هي نشرها ولكن بعد يوم واحد من هذا الموضوع جاء واحد من أشخاص آخر وسرب كل شيء رح يطلقونه سامسونج يوم في مؤتمره يوم 11 أغسطس أو 11 أوغسط جداً من الفولد إلى الفليب وحتى ساعاتهم الجديدة ويبدو بأنهم راح يكون فيها أكثر من شكل ومن بس كده أطلق كل الألوان أكثر شيء حتى من التركيزه يبدو أنه راح يكون على اللون الجديد وهو اللون الأخضر موجود بالفولد سماعتهم نفس الشيء طبعاً كل السماعات هي باللون الأبيض بس لما يأتي لون جديد وفي لون لطيف لسماعه هو البنفسجي هذا حسيته رائق صراحة لكن يبدو اللون اللي بيركزون عليه هو الأخضر فألي مهتم يوم 11 أوغسط سامسونج تلعان الجديد ثم نتقل الحديث عن مايكروسوفت مايكروسوفت حطت كومة اشتراطات على أساس أنها طويلة جداً عشان جهازك يقبل تحديث لوندوز 11 حتى لو جهازك في ويندوز 10 مم شرط أنه يتحدث لوندوز 11 في شراطات كثيرة الهدف أنه ملايينة لجهزة مايكروسوفت تحديث بعدين إذا تطرر تروح تشتري واحد جديد بعدين مايكروسوفت تربح وشركاء يربحون وشركاء يحبون مايكروسوفت والكل يعيش في سعادة وهنا واو طبعاً هذا زعل الناس كثير خلال الأسبوعين أو الفترة الماضية كثير جداً سعر وبدأوا ينتقدونه ما بين إعلامين وما بين صحف وما بين حتى المستخدمين ونتهى في سعادة مايكروسوفت لهذا طلعوا بعض الشركات الأخرى يبدون لنا بالتعاون مع مايكروسوفت مثل لينوغو ومجموعة شركات أخرى قالوا أننا راح نتيح التحديث إلى ويندوز 11 حتى لو عندك ويندوز 8 بل أيضاً ويندوز 7 راح نعطيك لكن في شوية اشتراطات أحد هذه الاشتراطات أنه لازم تفرمت جهازك الكامل ما يبقى ولا صورة ولا أي ملف والسؤال هنا هل يستاهل؟ هل يستاهل أنك تفرمت جهازك بالكامل على اساس تحصل على ويندوز 11؟ شاركني برأيك بالتعليقات بس أنا شخصياً أتوقع إذا مايكروسوفت تود أن تقدم تجربة كويسة لنظامها المفروض ما تسوي هذه الحركات معروف أن الكمبيوترات واللابتوبات تعيش فترة أطول بكثير من الجوالات الجوالات اليوم وصل دعمها 6 سنوات ثم ننتقل إلى وون بلس اللي يبدوني بأن وون بلس في الهند جابوا أكبر عيد ممكن وون بلس في الهند نشروا تويتا يقولون فيها أن قلم سامسونج رهيب وأنه نوت مرة جهاز رهيب والقلم هو السلاح المفضل لهم بقوا شوي ويقولون اشتري جوازان وطبعاً هذه التويتا نشروها ثم حدفت بشكل سريع جداً هذه تصدر فضيحة كبيرة مستحيل مستحيل أن يكون شيء منطقي ولأن الشركة رغبة في هذا الشيء طبعاً الآن توجهنا لمجموعة من التحريلات يقولون أحد موظفي وون بلس ممكن يكون زعلان وراح كتبها التويتا عناهداً في الشركة طبعاً في تكاونات أخرى بأن شركة التسويق اللي ماسك حساب وون بلس الهند هي أيضاً ماسك حسابات وون سامسونج ونشروا بالخطأ وهي بتكون بحد ذاتها مشكلة أو بحد ذاتها بتكون مشكلة أكبر وثانية كبيرة وبتحتاج تقاش ومشاكل ما تخلص ولكل الحوال وون بلس ماسوح تويتا مباشرة لكن فعلياً بالإنترنت ما في شيء مسح لما ننتقل الخبر اللي بعده طبعاً الصين هو عالم آخر كوكب آخر عندهم حركات نصكم خاصة فيهم الصين عندها قانون جديد إذا أنت عمرك تحت 18 سنة ممنوع أنك تلعب بالليل سنكون دقيقة أكثر إذا عمرك تحت 18 سنة ممنوع أنك تمسك أي جوال تمسك أي تابلت ولا أي جهاز وتلعب بعد الساعة 10 بالليل لحد 8 صباح أهلاً بك في الصين هذه قوانين خاصة فيهم تضحكوا بتقول كيف بيدرون فعلياً اللي عرفتها بعد ما بحثت شوي بأنه معظم الألعاب في الصين في نسخة خاصة بالصين تختلف عن بقية العالم الصين نفسها تتفق مع المطورين مع الشركات اللي تطور الألعاب وتسوي الألعاب بأنه إذا جت بعد الساعة 10 ممنوع هادي لعب لعبتك فعلياً هي راح تشتغل بسهول من على الأقل من 18 سنة كيف راح يعرفون؟ راح يشغلون الكاميرا وتصور وجهه بدون ما يعرفون هل هو طفل ولا شخص كبير أكيد إذا كنت راح تحاول تستذكي وتغطي الكاميرا فما أتوقع أنها فكرة كويسة لأنه أنت شخص قاعد في الصين وتلعب بعد الساعة عشر بالليل ومغطي الكاميرا توقع واضح ليش غطيتها؟ أساساً مجرد أن يلاقش هذا الموضوع عس شوي غريب لكن أهلاً بك في الصين ثم ننتقل للحديث عن أسعار آيفون 13 هل راح ترتفع؟ طبعاً كان في مجموعة من الأخبار سابقة من أن آيفون 13 راح تكون أسعاره نفس الجيل الماضي الآن طلع تسريب قاعد يأكد هذا الموضوع طلع تسريب بأسعار كل فئة منهم والذي بفعل أأكدت بأنه راح تكون نفس الجيل الماضي وهي الأسعار كما هي ظاهرة أمامكم بنهاية لا تنسى تشترك معنا بالقناة وتفعل جرس لمزيد من الحلقات الإخبارية ومزيد من الفيديوهات التقنية نادم وشوك الفيديو القادم إن شاء الله ومع السلامة